انا عايز اتكلم على حاجة مهمة جدا حازم امام حازم امام الحقيقة واحد من افضل اللعيبة اللي جات في تاريخ مصر اخلاقيا ومهاريا وادبيا وكل حاجة حازم امام اسطورة في الاخلاق واسطورة في الادب وعمره الحقيقة ما تكلب لا على مال ولا على صورته ولا على كرسي ولا على حاجة خالص حق ربنا دي شهادة لله والحق بس والواحد لازم يملك الشجاعة ان يقولها ولا كان في يوم الايام عنده طموحه ان يبقىوضه مجلس دارة اتحاد الكورة ولا كان في يوم الايام بيسعى اصلا ان هو يكون موجود في مكان الحقيقة كان دور كبير جدا من يوم مجموعة اللي موجودة ان نكلمنا حازم امام ان هو يكون موجود في الانتخابات وبضغط شديد وبحلم كبير وكنت باحلم ان هنعمل حاجة وان اللي جاي ان شاء الله بإذن الله حيكون افضل استجاب حازم امام حازم في النهاية عمره مساعة ان هو يكون موجود في كرسي ساعة في النهاية ان هو يخدم البلد او يخدم الناس او ينفس فكر قروي هو بيحبه كان عنده خط أنه هو دايماً الحتة دي في نادي الزمالك أو يتجه الأبيض فأقنعته أنه تعالى دلوقتي اديها المصر أو خليك دلوقتي مع المنتخب و هترجع في يوم الأيام نادي الزمالك ده دي دي شهادة لأننا الحقيقة لازم أقولها في توقيت هو ما سعاش فيه لأي حاجة لأي هجوم أو الناس بتهجم عليه أو الناس بتنتقده الحقيقة عمره ما سعى الحاجة عمره ما استفاد حاجة عمره ما كان صاحب مصلحة في حاجة بب العكس ده أنا كده خلصت ضميري تماماً من كل اللي عندي ومن كل اللي جوايا وتاني باعتذر على المستوى الشخصي لكل الشعب المصري إن شاء الله بإذن الله اللي جاي أفضل إحنا وراء اللي جاي بنساعده بنسنده هدفنا مصر تبقى كبيرة مصر حتبقى كبيرة بكل الناس اللي ضحوا عشان تبقى كبيرة فأقل حاجة أن مجلس دارة اتحاد الكورة مشي فيه ناس كتير مشيت وناس كير رحلت عشان البلد دي تفضل وقفها وتفضل كبيرة بعتذر تاني لكل واحد من الجمهور للشعب المصري كله مصر مكملة بشكر مؤسسات الدولة المصرية إن شاء الله بإذن الله نهائي مختلف ضربة البداية هي حكون ضربة النهاية رغم خروج المنتخب المصري الدولة المصرية عملت اللي عليها وزيادة شكراً تاني الدولة المصرية